اشتركوا في القناة دون طلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تم الاعلان عنها في الثلث الاخير من عام 2021 حملت هذه الخطة في طياتها اولويات تضم 27 برنامجا متكاملا لتكون خارطة الطريق لما اتى وسوف يأتي بعدها من منجزات تدعم الاقتصاد الوطني وتحسن الظروف الاقتصادية وجاء اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي مسلطا الضوء بالبراهين على مجريات خطة التعافي الاقتصادي حيث تم الانتهاء من 21 برنامجا من اصل 27 برنامجا تضمنته الخطة اي ان اكثر من 77% من برامج الخطة تم انهاؤها والمتبقي من هذه الخطة الريادية ستة برامج جاري العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة وضمن خطة التعافي الاقتصادي وفي خضم اجتماع مجلس الوزراء اظهرت المذكرة المرفوعة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تسجيل ارتفاع في العديد من المؤشرات الاقتصادية والتي تحققت بجهود كافة الجهات المعنية مجتمعة سواء من السلطة التنفيذية والتشريعية او القطاع الخاص حيث عملت كافة الجهات بروح الفريق الواحد لتحقيق الاهداف المرسومة والوصول الى النتائج المرجوة خطة التعافي الاقتصادي باعتبارها داينامو المرحلة التي عقبت ضغوطات جائحة كورونا تسير وفق اهدافها المنشودة فبلغة الارقام اتضحت معالمها لكن الاثر الكامل لها سيكون بعد انجازها كاملة مع مراعاة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية وهي التحديات التي يقف لها ابناء البحرين سدا منيعا ويحاولونها الى انجازات اشتركوا في القناة